السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى نلقاكم الفيديو في أحسن الأحوال إذن مرة أخرى من مدينة تمارا وبالضبط من شارع الحسن الثاني ونبدأوا من هذا المقطع الطرقي الآن سنذهب لشارع محمد السديس ونجيبوا الدورة كما تقول لنا نجيبونا من شارع محمد السديس لأنه خصنا نشرحوا هذه المسألة إذن مرحبا بكم الإخوة الآن انتم بشارع محمد السديس كما تعرفون الآن الكثير من الناس وشوفوه من خلال واحد الفيديو الذي سنوضعه قبله إن شاء الله بإذن الله ربما يقضي كل الوقت الزاز عليه ولكن إذا بدأك سنأخله كاس وطيئة يعني كاس وطيئة بش تفهمونا بطب شنو كين شارع محمد السديس كما تشوفو كلام من ججيها اليومنا حيلوما مشت الراجلين وحيدو الطريق طوارات وكذلك من ججيها اليوسرى شارع محمد السديس مال القنطرة اللي هي يعني كله متاسع طريقة متاسعة تتبشي بأرياحية ولكن فضل قونت هذا تتحكم لنا هذيك القنطرة دي الاستيكاك الحديدية لأنها قنطرة تدوز لنا سيارة بسيارة إذن عنا قنطرة ضيقة واش غاديكون في المستقبل يعني واحد البرنامج واتبنى لنا قنطرة بشهادة الشارع غادي نشوفوه الخود شنو كين إذن شنو الجديد أخي سلاوي نيوز جديد يقول لإخوة القراءة الصراحة اللي كنا درنا مادم أنه كانوا كلاو يعني الطريطوارات وحيد وممشى الرجل الملي من وليسر كنا توقعنا على أنه يعني غادي ديروا أو غادي يحاولوا يديروا واحد الباصر اللي تزاد جديد اللي غادي يكون خاص بالسيارات بمعنى الناس اللي جايين من شارع الحسن الثاني وبغوا بشور الهرهوراء يلك الخوت عبر هات الطريق عبر شارع محمد السديس ما يبقاش يوقفوهما في الفروج ويبقاهم ضيقين مع صاحب الفروج اللي يتسنوا باش يطلق لهم الفروج باش يدخلوا للمعضار غادي ويشدوا لي من ديالهم مباشرة ويدخلوا من هات الطريقة الجديدة اللي انت تشوفوها معي يدروا اللي انت السفيت الأولي من هنا مباشرة بحلس السيارات هاته يعني ما تبقاش عندهم علاقة جاعب الناس اللي غاديين العين اعتيق او الناس اللي غادي يدخلوا للسنتر ديال التمارع هاته غادي ويواليه بوحدهم وتنظن الخوط الى ما خانتنيش الفكرة يعني وبشات مزيان راحت الناس ديال اللي غادي يكونوا ربما يخرجوا مشاريع محمد الثريس وغاديين عين اعتيق ربما غادي يطبقوا على النمس المسألة واخر الامر تنمى شوية صعيب وغادي نقول لكم على الصعيب لانه لما مش هات الراجلين معناش في نزيدهم ندخلوا للضخل لانه مزح من موحد العمارة تنمية تنظن هاته محاشر صدق والله علم غادي نشوفوا بالضبط شنو غادي يكون كذلك الاخود تنظن على النفس هاته الفكرة تطبق على الناس اللي غادي يكونوا جايين من شارع مولي رشيد بمعناتهم غادي يقولوا انت يقروا مباشرة شارع الحسن الثاني بلا ما يبقى ويتزحموا مع الناس اللي غادي يدخلوا للرومبوان المهم الاخود انتم ما متبعين معنا وحنا تحنا متبعين معهم ودقة دقة ان شاء الله بيدني الله الامور تسيروا نحو الاحسن مرحبا بكم الاخود الان مرحبا بكم بشارع الحسن الثاني والضبط للمقطع الطرقي ما بين المقدار التي يجمع لنا شارع محمد السادس مع شارع مولي رشيد وفي اتجاه القنطرة الامور الاخود صار حسن غادي على حسن ما يرام الحمد لله يعني كان الخدمة كانت تدلينا الحمد لله امطار الخير اكيد كان توقف حيث ممكنش انه بتتكون تلك الامطار الاخوة يا ركو مش شوة تبارك الله يعني اللهم اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة الامطار فضروري كانت توقف والان رس انفات الامور هذا الفيديو الاخوة تتصور مساء يوم الاحد الناس رح تحاول يستعلي اخوة ثلاثة ورغم ذلك رأى الناس خدامين مش كونوا واضحين رأى الناس يكونوا فيهم الخدامة تنتجاوزهم لانما تنبغين ندخلوا في النقاة شمعاته شي واحد ومبلتش بشي كل شي بلا صخاوية هتنقى نصور رأى الاخوة الناس دي لبوردورة هنا خدامين قدام جاءت القندرة خدامين الناس يحطوا في بوردورة وتركبوا فيها كانوا يقول لك الاخوة الناس خدامين تصيبوا تدوزوا الكابليات دي لبوردورة اذا مش كونوا واضحين يعني الريبات دائما والنواحي ما كانت تلك الاخوة اللي كانت هل تشوفوا معي الاخوة ان شاء الله من الان القدام حنرغادي الاخوة الان في اتجاه المدار واحد الرومبون جديدة تصيبت كان بزاف دي الناس او الان بزاف دي الارع هناك من معه وهناك من ضد وتنظرنا الاخوة بصدق الاخوة وبصراحة الرومبون هي تلعب جوجي الادوار اتلعب الضوار بانها تمكن واحد الناس التي خرجوا من واحد المنطقة معينة انه يسهل عليهم الخروج وثانيا الرومبون تساعد في انه يتم تقليل من السرعة لان احنا تنعرفوا للأسف الشديد بلشانطة تزيان وتتقاد وتولي الامور دي الام زيانة ما تولي هالعفات فالرومبون تنظر الاخوة صراحة يعني ما تخليش بزاف دي الناس المتهويرين الطيح لهم على الاقل يطيحوا الصورة لان بزمنه اللي غادي بغايد دخول الارومبون بزمنه خصو يطيح من الصورة ما يمكنش هدير الاخوة الارومبون اتسان لتصايبات جديدة هالديك البردورة او الطريطوارات المصايبين الاخوة كما تتشوفوا مرام خسال فينا تتتسمى الطريطوار او طريطوار امريكان طريطوار امريكان يعني هذا تتسمى بالدريجة التي نحن نريد نقوله الطريطوار امريكاني هذا الطريطوار امريكان صافيه الخوت ايه باش كونوا عارفين عليش قلتكم الارومبون الارومبون ربما يتسهل الناس التي خرجوا من هذه البلاصة التي تتشوفوها معي هذه الزنقة هذه او هذه الحي الانتغراسيون باش انهم يمكن لهم يدخلوا يعني لشاري الحسن الثاني كذلك الناس اللي غادي بغاوا يدخلوا له ايستعملوا لك الارومبون وهذا الارومبون الخوت تنظن على ان كذلك اتخلش يفربز منهم بغاوا لكروا انهم يخفضوا من الصورة عادية لهم يعني هناك غادي شوف كل الارومبون ما صدقاء شي ومخدامة مو بالاخوت احنا غادي نشوف ان شاء الله بإذن الله اش غادي يديروا معها كيف غادي يخدموها واش هتكون شي تعديلات عليها اشنو غادي يكون ما تنسوش الاخوة رأونا كنسيجو تراقبو كل كبيرات وصغيرة الى القاوة مخدامة غادي قلوا له مخدامة غادي قلوا له محيدوا كانت خدامة رأى كذا الاخوتها غادي يخليوها تشوفوا معي الاخوة هذا المنظر هذا هذا المنظر الصراحة سنبغيت نشاركه معكم صبح الله العظيم في هذا المنطقة هنا الاخوة هذي بلصة دي الفرماجة اللي هتكون ديالها ضروري باش تبقى عزلها هذي نشوفوا ان شاء الله الاخوت كل الامور كيف اش هتتمشى واش غادي يخليوها واش هذي يحيدوها الشارع الحمد لله ربقي ورش ويمكن يوقع التعديل طيبون القرام